الكابلة الرابعة ترك الصلاة قال الله تعالى فخالف من بعدهم خلف أضعوا الصلاة وتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً إلا من تاب هذه في سورة مريم وقال الله تعالى حافظوا على الصلاة في الصلاة المستوى قموا لا يقاندين وقال إن الصلاة كانت على جميع من الكتاب وقال تعالى ما سلككم في سقق قالوا لمنكم المصنين وقال عليه الصلاة السلام العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر فليتق الله الناس اللي تيقولون ان نترك صلموا من عصر راقير الدعوة الرسول لما يشعروا يقول فلا تيقول لا إله الله يش ما عرفش اللبيبية انه تيقول لا إله الله خرجه الدرميدين والنسائل ابن ماجه واحمد في مسنده والحاكم في المسترار وذكره الالباني في صحيح الجميع ايه 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 وقال عليه الصلاة والسلام من فاتح صلاة العصرحة بتعاملوا يعني اللفظ الصحيح من ترك صلاة العصرحة بتعاملوا والرواية اخرى من فاتح صلاة العصرحة فكأن موتير اهله وماذا اذا ما انا ليترك صلاة العاصر الحمد المتعمدا ايه تيقول للمغربة الله اكبر حضية الله عملا عمد المتعمدا ما نسى ما اخدرش من عاصمه اصخفه والرواية اخرى كانت تلعلى عنا جميع لعمل مشاهده فكأن موتير اهله وماله يعني لما يقول يجمع اخرج هلسان ولا خمسين مشاه الولاد دياله كل شي مشاهده وقال قدر يخده في الدار لدان معناه من السحاطيق الانسان واش العمل يوم ولا العمل كله واش كله لقد عمل بها اذا انت يقول ابن القيم رحمه الله يقول ناظبنا يعني تركوا الصلاة عمد المتعمدا واحدا حتى يخرج سنع اقتها اكترمك للنفس وانو صلى اسلم قال من ترك الصلاة عمد متعمدا فقد برئت منه ذمة الله قال هم حول عن بذر وميدركه وقال عمر رضي الله عنه اما انه لا حظى لأحادر في الاسلام اضاع الصلاة يا عمر اثهموا اللهب متى يقولوا عنده لصيب وموما بشي حجي قالك دايز الحج ودايز الصيام ودايز كل شي دايز وخمس دايز دايز كل شي دايز دايز ولكن الهوية لا كل شي دايز اخرجوا مالكو في المطام الكتاب الطهرم والقفاء اه وقال ابو ايوب سختياني مثل مثل ذلك وروى وروى جريري عن عبد الله بن شفيق عن ابي هرهة الذي يبقى عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال يطرقوه كفر غير الصلاة يعني الاعمال كلها الجرائم مشي كفر عندهم الا ترك الصلاة عبد المتعمدة لكن ماشي تحيد تحيد راه يساين اذا ما موجد عليه الصلاة اخرجه الحاكم في المشترك واخرجه الترميذي في دون ذكر في دون ذكر ابي هريرة وقال ابن الحزمين لا ذنبضع الشرك اعظم من ترك الصلاة حتى هريرة يخرج اختها وقتل مؤمن بغير حق وعند المذاهب يعني المالكية تقولوا الى قال المدد المغرب الله اكبر الانسان ما صلى الله عليه الصلاة العصر يقتل وقتل بالسيدي وان قال انا افعال يقول لهم خليني يصلي يقول له لا تنا فيك خير مين وصليه مغرب صد تموت صد مقامة صد ايه ده معناها انها ذات يقضل بعد ما اه اه ما ادخل صلى المغرب لو كان تقضل و يخكله ويسرهم فيقتلهم يا remains respond الا ما بديش عندهم están وقال فإن العبد والبين الشرك تركوا الصلاة. وعنه صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة متعمدا فاقبلت منه ذمة الله. قال هم حل عانى بذرين ولم يدركه. وقال عمر رضي الله عنه اما انه لحظة لحظة في الاسلام اضع الصلاة. عمر بن الغطاب يقول الصلاة ما عند الحظة في الاسلام. وقال ابو ايوت ستياني مثل ذلك وروى وروى الجريري عن عبدالله بن الشفيق عن ابيه رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شير من الاعمال يتركوه كفر غير الصلاة. يعني جميع المعاصي مع ذا الشير. يعني الاعمال اللي هي معاصي يا الله ما كيشوفوه اللي كتخرج من الاسلام الا ترك الصلاة. معنا مش الشرك الشرك يحده. يعني الاعمال كلها سريقة والغيش وكده ما يخرج من الاسلام. ولكن ترك الصلاة يخرج من الاسلام. اخرجه الحاكم في المسترك واخرجه الترميدي في دون ذكر ابي هرارة وقال ابن حزم لا تنفذع الشرك اعظم من تركي الصلاة. لا تنفذع بعد الشرك اعظم من تركي الصلاة عمدا المتعمدة. حتى يخرج وقتها. وقتل مؤمنون بغير حق. وقتل مؤمنين بغير حق. معناه اشترك لله ثم ترك الصلاة ثم قتل المؤمنين بغير حق. ورأس الاحناس في الاول. الشارك الاول. فاجتي قتل المسلم بالحق. وهو ان يقتل ممينا. او ان يزن وهو محصن. او ان يخد دعم دين الله. هذا هو الحد لحصلناه في الشرك الاول. الان هذا هو الانتداب في الشرك التالي. ورأى وهمام قال فانا قتادة عن الحسن عن حريب ابن قبيصة. قال احدثني ابو هرارة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول ما يحاسب به العرض يوم قيمة عمله من عمله صلاته. اول ما يتحسب عليه الانسان. طبعا لبعث الشرك. من صلحت صلحت سعيد عمله. وان فسدت فسدت عمله. اذا الصلاة هي الميزان. حسنعوا ترنيفين وقال عنه صلاة والسلام. وميتوا ان يقاتل الناس احتشهدوا ان لا اله الا الله. وان محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويتو الزكاة. تيدك عن ذلك عصاموا من نيدي ماهم وموالهم من الذي يحقي الاسلام. وحساب حسابهم على الله. واتفق عليه. اش مانا هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه الله تعالى. بس القاتل الناس احتشهدوا هتتت المسايل واخشهدوا وحده ولا جوش ما تكفيش. يقاتلهم احتشهدوا ثلاثة. احتشهدوا ان لا اله الا الله. ما كيسي واحدة كيت تعبدي لله. ما كيسي واحدة ليطع ولا يتبع الا رسول الله. ويقيم الصلاة. يصلونها كما امر الله. وكما بيان رسول الله. ويوتو الزكاة. ويدفعوا الزكاة لما لها. فاذا فعلوا ذلك. الى فعلوها ثلاثة لانهما اللي تعمل. عصاموا من نيدي ما مواموا لهم. إلا بيحقي الاسلام. راه لما اندي لهم عصموه من من قتلهم شاي. إلا بيحقي الاسلام وهو ثلاثة. لقترب او اسلام وهو محصان او وفدت عن دين الاسلام. وحسابهم على الله. انا اللي افعلوا هذا الشيء. احنا كنشفوا. احنا كنشفوا. احنا كنشفوا. وحسابهم على الله. وعنبي سعيدنا ان رسولا قال يا رسول الله اتقي الله. هذا رجل قال له نبي اتقي الله. فقال ويلة. الاستع. احق اهل الارضي. الست احق اهل الارضي انا اتقي الله. واش مش انا هو احق باش اتقي الله تبارك وتعالى. تقول لي ان تتقي الله. فقال خالد ابن الوليد رضي الله عنه الا اضرب عنه وقال رسول الله. واش نقطع رسول هذا مصيبة هذا. ليقول نبي اتقي الله واش نقطع له رسول. فقال لا لعله ان يكون يصلي. لعله كنت يصلي ويقول النسل بتيق المسل تيق الخدو. خليه. هذا الحديث صحيح. وروا لمم احمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يحافظ على الصلاة لم يكن له نور ولا برهان ولا نجات وكان يوم القيامة مع القارونة وفرعان وهامان وابي ابن خلف متفق عليه. ماشي متفق عليه. فهي صحيح. لا. اخرج احمد في مسنده. اما متفق عليه فهي صحيح. ما موجود له في البغري وفي مسنده. واللغة دي الحديث ذكرت الصلاة عند رسول صلى الله عليه يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهان ونجات يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها يكون له نور ولا برهان ولا نجات وهو مع قارون وفرعان وهامان وابي ابن في خلف جهنه. وراء درعنا متفق اعلى معنا روى البخار ومسلم فما كنش في البخاري ومسلم. هذه الزقات وقالة. وإلا واشدها رحمه الله يخطى عليه هذا ما يحتاج عنها. وهذه النصوص تشعر بكفر تارك الصلاة. وهذه النصوص اللي قرنة كلها تتشعر نبيا نتارك الصلاة كافة. وقد قال النجس والسلمة لمعاد ما من عده. يشهد ان لا اله إلى الله. وان محمدا رسول الله. إلا حرم الله على النار. متفق عليه. اغرز البخاري في العلم ومسلم هذا صحيح متفق عليه. فمؤخر الصلاة عن وقتها صاحبه كبيرا. والتي مؤخر الصلاة عن وقتها تكبح جريمة كبيرة. احتقى ابن القيم بانه اكثر من قتل النفس. عم ذا المتعمدة. يوانا يبغينا احنا نعبروه. لشهد عمال يترك الصلاة انا. يتركوا صلاة تاعشي بس مكنة. يترك الصلاة داعش همزينا. طب. يمزكيو بعد اقتنا عارش همزكيو. وتركها بالقل يا اعني الصلاة. الواحدة اعني الصلاة الواحدة ماشي يتركها مكس ليش قام. كامن زنى وسرقا جنى ترك كل صلاة وتفوتها كبيرة. فان فعل ذلك مرات كان من اهل الكبير اللي يتوب. فان فان لازم ترك الصلاة فان لازم ترك الصلاة فهو من اخسرين الاشقياء المجرمين. لتبتوا عليه الله اللي لازم يعني ترك الصلاة فهو من اخسرين الاشقياء المجرمين. اذا النصوص يعني الاجري وفن القيم شيخ الإسلام بن تيمية والشوكان يفني العوطار والعلمات السلف يعني كلهم يعني السابقين واللاحقين يكثر من التاريخ الصالح. وليش قتلهم العاطفاء يعني العلم اسمه تعالى بكل حال يقول لي ماشي كافر. يعني كي يبدو على النبي بأنه غلط فضل كلمة اللي قال لي ماشي هي هدية. كيش نبي يقول كافر وتد قول له? ها? قال هنبي? طيب وقال بان الرجل يفسر كتر بس الشرب. ها هو بإنف بأن الشرب لي يسوي الكفر. مهم اللي نعتقدوا احنا ان السنة والجماعة ان نتاريخ الصلاة عمدا متعمدا كافر. ولو تهونا. ولو قال مفروضة عليا ولكن غرني الشيطان مزل مهدني الله فهو كافر. قرآن الله رباب الله وسعب. لين يتوب لقول له مسلم? لما الناس. لين يتوب لقول له مسلم? فمن تابع مين يعطيه للمواصلحة? فإن الله يتوب عليه.